خالدين فيها أي ماكثون فيها مكتاً دائماً وفي بعض الآيات أكدها بأبداً ليبين أن خلودهم فيها ليس لمدة طويلة فقط بل للأبد كما قال الله تبارك الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبداً وهنا لم يذكر أبداً ذكرها في آيات أخرى فالمؤمنون إذا دخلوا الجنة فإنهم لا يخرجون منها أبداً وإذا قال لا يجدون عنها حي ولا أي لا يحولون عنها لا يتحركون عنها مؤبد إلى الأبد هذه الجنات التي يدخلها المؤمنين سواء الله جعلنا وإياكم منهم